المقياس الخامس من مقاييس النزعة المركزية هو المنوال ويرى في المنوال بأنه عبارة عن قيمة المفردة الأكثر تكرارا أو شيوعا ويرمز له بالرمز مود طرق حساب المنوال أولا حساب المنوال في حالة البيانات غير المبوابة في حالة البيانات غير الموابة نستخدم التعريف مباشرة لتحديد قيمة المنوال حيث أن المنوال في حالة البيانات الغير موابة هو عبارة عن القيمة التي تتكرر أكثر من غيرها أي المفردة الأكثر تكرارا أو شيوعا والمثال التالي يوضح طريقة حساب المنوال في حالة البيانات غير المبوابة إذا كان لدينا بيانات لأجر ثلاث عينات من العاملين في أحد القطاعات العينة الأولى العينة الثانية العينة الثالثة والمطلوب إيجاد المنوال لكل عينة من العينات السابقة لحساب المنوال نحدد القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا في البيانات ففي حالة العينة الأولى نجد أن القيمة 60 تكررت مرتين أي تكررت أكثر من غيرها في البيانات وبالتالي المنوال في هذه الحالة يساوي 60 ريال أما في حالة العينة الثانية نجد أن القيمة 50 تكررت ثلاث مرات والقيمة 100 تكررت ثلاث مرات أيضا إذن في هذه الحالة أي في حالة العينة الثانية نجد أنه يوجد قيمتين للمنوال أو منوالان المنوال الأول يساوي 50 والمنوال الثاني يساوي 100 لأن كلاهما تكررت ثلاث مرات أما في العينة الثالثة نجد أن البيانات لا يوجد بيات إكرار وبالتالي في هذه الحالة أي في حالة العينة الثالثة لا يوجد منوال لاحظ الآتي عند إيجاد المنوال لمجموعة من البيانات قد يوجد منوال أو قد يوجد منوال أو قد يوجد منوال وحيد أو قد يوجد منوالان أو قد يوجد أكثر من ذلك على حسب تكرار البيانات البيانات التالية تمثل تقديرات عشر طلاب في مادة الاقتصاد والمطلوب حساب المنوال لهذه التقديرات هذه البيانات وصفية ولكن يمكن حساب المنوال في هذه الحالة بتحديد التقديرات المكررة أكثر من غيرها فنجد أن التقدير بي تكرر سلاس مرات وبالتالي فإن المنوال في هذه الحالة هو التقدير بي ثانيا حساب المنوال في حالة البيانات المبوابة لحساب المنوال في حالة البيانات المبوابة نتبع القطوات الآتية رقم واحد تحديد فئة المنوال وهي الفئة المناظرة لأكبر تكرار في الجدول أي المناظرة لأكبر قيمة تكرارية في الجدول رقم اثنين حساب المنوال بالمعادلة الآتية المنوال يساوي البداية فئة المنوال دي واحد أكبر تكرار ناقص التكرار السابق أكبر تكرار ناقص التكرار السابق أكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق وآي طول فئة المنوال أي أن المنوال يساوي بداية فئة المنوال زائد أكبر تكرار ناقص التكرار السابق له على أكبر تكرار ناقص التكرار السابق زائد أكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق في طول فئة المنوال اللي بداية فئة المنوال دي واحد أكبر تكرار ناقص التكرار السابق دي اثنين أكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق وآي طول الفئة والمثال التالي يوضح كيفية حساب المنوال من البيانات الموابة فيما يلي التوزيع التكراري لأعمار ميد سلعة تم إنتاجها بوسطة أحد المصانع والمطلوب إيجاد المنوال لعمر السلعة لحساب المنوال نتبع الآتي رقم واحد تحديد فئة المنوال وهي الفئة المناظرة لأكبر تكرار في الجدول وهو 28 إذن فئة المنوال 5 إلى 7 أكبر تكرار فئة المنوال التكرار السابق التكرار اللاحق إذن فئة المنوال هي من 5 إلى 7 وبالتالي L اللي هي بداية فئة المنوال تساوي 5 رقم 3 إيجاد D1 وهي عبارة عن أكبر تكرار نقص التكرار السابق 28 نقص 14 يساوي 14 ثم حساب D2 وهي عبارة عن أكبر تكرار ناقص التكرار اللاحق وهي عبارة عن 28 ناقص 23 يساوي 5 ثم حساب I وهي طول الفئة الفرق ما بين بداية الفئة ونهايتها ثم حساب المنوال بالمعادلة الآتية مود يساوي 5 زايد 14 على 14 زايد 5 في 2 وبإجراء العمليات الحسابية نجد أن المنوال يساوي 6 و 47 من 100 إذن المنوال لعمر السلعة يساوي 6 و 47 من 100 ريال يمكن إيجاد المنوال بيانيا من المدرج التكراري يتم تحديد المستطيل الذي يمثل فئة المنوال الفئة المناظرة لأكبر تكرار والمستطيل الذي يمثل الفئة السابقة والمستطيل الذي يمثل الفئة اللاحقة ثم نصل رؤوس المستطيلات بعضها فتتقابل في نقطة نسقط من هذه النقطة عمود على المحور الأفقي يتقاطع معه في نقطة فتكون هي النقطة هي قيمة المنوال مزايا وعيوب المنوال يتميز المنوال كأحد مقاييس النزعة المركزية بالآتي رقم واحد لا يتأثر في حسابه بالقيم المتطرفة أو الشازة رقم اثنين سهولة حسابه أو إيجاده رقم تلاتة يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كليهما رقم أربعة يمكن إيجاده بالرسم أي يمكن حسابه بانيا خمسة يمكن حسابه في حالة البيانات الوصفية ولكن يعيب على المنوال الآتي رقم واحد عدم دخول جميع القيم في حسابه رقم اثنين يعتبر المنوال هو أقل مقييس النزعة المركزية استخداما رقم تلاتة يعيب على المنوال عدم وجوده في بعض البيانات كما يمكن وجود أكثر من منوال في بعض البيانات رقم أربعة يعتبر المنوال أو المنوال عديم الفائدة في البيانات قليلة العدد